شرفنا زمينا العزيز محمد الباز عشان بقى يتكلم معنا على التحليل الرقمي لنادي الأهلي ونادي يانج أفريكنز نورنا محمد مساء الخير كابتن عمي مساء الخير على جمهور نادي الأهلي يعني احنا النهاردة قدام فريق بقى مختلف يعني الموتش اللي فات كان قدام ميديامة لما حللنا التحليل الفني والرقم الميديامة ومقارنناه بيانج أفريكنز لقى فيه اختلاف كبير كده على مستوى الحالات الفنية والرقمية وأرقام يانج أفريكنز بتقول لنا احنا قدام خصم بيلعب كرة هجومية بشكل كويس جدا أرقام كلها من ناحية الهجومية فيها معدلات تهديفية عالية جدا من ناحية صنع الفرص الحقيقية أيضا عالية جدا ومن أقوى الفرق دلوقتي في دور المجموعات من ناحية التهديفية أكثر فريق أحرز أهداف في دور المجموعات في الخمس مباريات بالزبط دولا نتكلم بقى على آخر ست مباريات ليه في شهر فبراير الأخير دوت كان فيه خمس مباريات في الدوري وماتش اللي هو شباب بلوزداد اللي فاز على شباب بلوزداد 4-0 خمس مباريات بتوع الدوري يا كابتن أيمن فاز 4 وتعادل في 1 المعدل التهديف للست مباريات وصل ل 12 هدف يعني ده بيقول لنا أنه هو في الست مباريات الأخيرة بيحرط تقريبا هدفين في كل مباراة من ناحية الدفاعية عنده توازن عالي عنده بالانس عالي جدا لأنه من ناحية الدفاعية هو من أقوى خطوط الدفاع في الدوري التنزالي يعني هو في الدوري التنزالي من أقل الفرق لإستقبالة أهداف حتى في دور المجموعات هو من أقل الفرق برضو بعد الأهلي طبعا يعني هو من الأهلي طبعا هو أقوى خط الدفاع حتى الآن حتى من ناحية المشوار بتاعه الفريق مخسرش يعني عنده تعادلات عنده فوز بشكل كبير أهداف بشكل كبير جدا حضرتك استعرضت كان هو الأفضل على فكرة هو الأفضل بالضبط التحدي بقى عند يانج أفريكانز قبل ما نخش في تحليل هنتكلم في حاجتين حضرتك لسه ذاكرها أنه هو عايز يبعد طبعا على الفرق القوية اللي هي حتبقى في التصنيف الثاني اللي هو فاز النهاردة حيبقى يعني أمان بالنسبة له والحاجة التانية أنه هو بيقول أنا فوزت على ميدياما ثلاثة وفوزت على بلوزداد أربعة دلوقتي قدام بقى الكبير أفريقيا البطل فمحتاج أن أنا أطلع بفوز حتى يبقى ماشي بتسلسلات كويس خلينا نبص على أرقام ينج أفريكانز كابتن أيمان خلال المسم الحالي أفريقيا ومحليا عندهم في الدورة التانزانية في دورة أبطال أفريقيا لحضرتك على الطاقة دلوقتي عاملين لعبه تسع مباريات نتكلم بقى بالدورين التمهيدين اللي هو قبل المجموعات ثم الخمس مباريات يعني لعب أربع مباريات فاز فيه ثم الخمس مباريات بتوع المجموعات لعب تسع مباريات فاز في ستة خسر خسارة وحيدة اللي احنا قلنا عليها لها بتاعت شباب بلوزداد في المجموعات وتعادل في اتنين ناحية تانية في الدورة التنزانية لعب حتى الآن ستاشر مباراة فاز في أربعتاشر عنده خسارة واحدة وعنده تعادل واحد هو على الفكرة هو بتصدر صدارة الترتيب الدوري التنزاني حتى الآن فهو رقم واحد حتى في دور المجموعات مع النادي الآن هو رقم أو ترتيب رقم اتنين في المجموع الهدف المحرصة في مشواره الأفريكي في الدور دوري أبطال أفريكي حتى الآن شامبينسليك 19 هدف الناحية الثانية في دور التنزاني 39 هدف الفريق الثاني اللي بنفسه اللي هو يعني رقم اتنين دلوقتي 40 هدف هما اتنين قد بعض الهدف للمستقبل استقبل 6 أهداف فقط في 9 مباريات دوري التنزاني استقبل 8 أهداف في 16 مباراة ده مع عدل دفاعي قوي جدا ده الشكل العام كده بالنسبة لأرقامه خلال الموسم الحالي من ناحية الأفريقية والناحية المحلية خلينا بنا نخش في مقارنة ما بين النادي الأهلي وطبعا يونج أفريكنز في المجموعات فقط في الخمس مباريات اللي اتلعبوا هنبص عليهم بقى عشان نبدأ نقف على نقاط الفنية المهمة جدا الأهلي لعب 5 طبعا يونج أفريكنز 5 الأهلي 2 فوز لا خسارة وتعادل في 3 مباريات ناحية الثاني يونج أفريكنز طبعا عنده 2 فوز اللي احنا قلنا عليهم ميدياما وشباب بلوزداد وعنده خسارة واحدة كانت شباب بلوزداد في مبارات الزهب وعنده 2 تعادل كان مع النادي الأهلي 1-1 ومع ميدياما 1-1 النقاط حتى الآن 9 النادي الأهلي بتصدر المجموعة يونج أفريكنز 8 نقاط في المرتبة الثانية في المجموعة خدش بها ده نحية طبعا الهجومية عندهم أحرزوا تسع أهداف تسع أهداف في دور المجموعات زي ما قلنا هو أقوى خط هجوم حتى الآن في دور المجموعات على مستوى البطولة كلها ثم يأتي أسك ميموزا الإفواري بسبع أهداف النادي الأهل أحرز خمس أهدافه ده المعدل تهديف للنادي الأهلي في دور المجموعات هذا الموسم يعني مقارنة بكل المبوريات والمسابقات أهداف المتوقع كالأهلي كان ممكن يصل لخمستاشر هدف من الخمسة يعني خمستاشر هدف يعني تثبت الأهداف المهدرة كتير جدا يعني هنتكلم حتى الفرص الحقيقية ضائعة 16 فرصة منها 12 فرصة حقيقية ضائعة يعني احنا لو هنحسب الـ 12 مع الخمسة كان ممكن نصل كمان عدل 15 هدف الـ XG كان ممكن نصل 17 هدف بالنسبة ليانج أفريكنز 8 ومضيعين فرص قليلة بالنسبة للركنيات للتنين على فكرة يانج أفريكنز أقوى فريق في دور المجموعات مش بس من ناحية هدف دهنتي فيا صنعة الفرص أو الأهداف برضو في الركنيات أكتر فريق عمل الركنيات بالمباراة بيصل لـ 6.6 بالنادي الأهلي بالمباراة بيصل لـ 6.4 تزديدات بالمباراة نفس الكلام يانج أفريكنز هو رقم واحد يعني يا جماعة احنا وقفين عزيز مع ندوم بعض العناصر فعلا صحية يعني الناحية الهجومية كده كابتن أيمن في التزديدات في الركنيات يعني شوف التزديدات خمسة يعني نتكلم في 15.4 في الخمس مباريات يعني بيوصل لخمس تزديدات تزديدات على الثلاث خشبات نفس الكلام النادي الأهلي بيوصل لـ 4.6 يعني برضو معدل يعني متساوء أو متقارب مع يانج أفريكنز والاثنين أقوى ناس بتسدد على المرمى وأقوى ناس بتعمل ركنيات وأكتر ناس بتعمل عرضيات وكرسات على فكرة العرضيات يعني أربعة صحيحة دقيقة نحن بنتكلم بقى تقتل العرضيات بنصل لـ 70 في الخمس مباريات يعني نوصل لـ 12 إلى 15 في المباراة الواحدة بس أربعة منهم دقيقة جدا حتى يانج أفريكنز مقارب من نادي الأهلي ده من ناحية الهجومية تعبوا ندخل على ناحية الدفاعية ونشوف الفريتين ماشيين إزاي من ناحية الاستحواز الأهلي يعني بيصل لـ 57.2 في المية 57% من ناحية التانية يانج أفريكنز 54% من الاستحواز في الخمس لقاءات التمريرات الصحيحة بالمباراة احنا بنوصل لـ 400 وواحد تمريرة دقيقة أو صحيحة أو طبعا 500 وشوية كابتالي من حضرتك عارف بنعدي كمان الـ 550 ناحية التانية يعني الدقة عندنا بتوصل لـ 86% الدقة عند يانج أفريكنز لـ 83% 392 تمريرات صحيح متقاربة وده بيقولنا انهم عندهم البلد أب زي عندنا بالزبط عندهم دقة فيه بيطلع برضو من السيرد باكات عندهم لواء جوب لواء سيرد باكتل بيبدأ ان هو يبني مع يعني أوتشي اللعب اللي هو الستة وبيبدأ ان هما من أحسن الاتنين اللي بتعمل الـ Progressive Basis هكذا بتعملوا بين الفريق للأمان الهدف المستقبلة هستبدلنا هدف واحد وده لما بقولك احنا أقوى خط الدفاع حتى الآن في دول المجموعات ينجل أفريكنز تقبل خمسة حتى ناحية الدوري أو المحلية نزل ما قلنا استقبل 8 من 16 مباراة عنده برضو قوة في الدفاع مش فريمي زي ميدياما مثلا كان فيه غزارة من التهدفية عليه أو استقبال الفرص أو التسديدات على المرض ما عندهش نقاط ضعف الفريق ده ولا هنعرض دلوقتي نقاط الضعف بالسرطين شباك نظيفة عندهم اتنين احنا عندنا اربعة احنا أقوى طبعا هون من ناحية الدفاعية حتى الآن الاهداف المستقبلة المتوقعة كان ممكن ندخل فينا سبع اهداف وما كان ممكن ندخل فيهم تسع اهداف لكن دفاعهم زي ما هو اللي قول عندهم يعني دفاع يعني عندهم مشاكل طبعا في التمركز وبيتضربوا في الدبل باصس على الارض يعني دلها هنعرضها بصور عشان نطمن السادة للمشاهدين التسديدات المستقبلة بالمباراة بيستقبلوا من 8 لتسع تسديدات عليهم على مرماهم النادي الاهلي برضو بمستقبل تسديدات كتيرة ولكن طبعا عندنا زي ما نقول لحارس مرما كوي أو معظمها أوتوف تارجت أو بره التالي الخشبات خسارة الكرة بنصل يعني في المتوسط نخسر كرة 35 مرة هم 33 مرة أكتر مكان ده في الملعب كله مش في منطقة معينة ده في الملعب كله بس ينجي أفريكانز أكتر مكان بيخساره فيه كرة تبقى للخريطة الحرارية للخسارة الكرة في التلت الأمامي الأمامي لأنه هم فريق بيعمل التنظيم الهجومي بشكل كويس جدا بيخسر كرة أكتر مكان ناحية اليمين وأكثر ناحية الشمال عند الجناح اليمين والجناح الشمال ده بالنسب المقوي الاعتراضات النجاحة طبعا فريق بيعمل اعتراضات حلو قوي ممتاز جدا بيعمل بلوكات بيبعادل الكرة عنده بيصل لتلتاشر مرة كلينس في المباراة لوحده نفس الكلام في الاعتراضات ده الناحية الدفاعية بتقولك احنا طبعا أقوى احنا أرقامنا من ناحية الاعتراضات وكسب الكرة واستعادة الكرة احنا أفضل منهم بشكل كبير جدا ناحية الضغط والبلد أب الدق عندنا أفضل منهم ببتير ولكن هما عندهم خلينا لو عندنا الصورة التشكيلة بتاعتهم كابتن أيمن في المباراة الأخيرة أمام شباب بلوزداد مش بس هنعرض التشكيل أنا عارف أن التشكيلة أو يعني تشكيلة المباراة النهاردة طريبا حضرتك قلتها ولكن أنا عايز أقف على مفاتيح اللاب عندهم مفاتيح اللاب عندهم حتى نشوفها على أرضية الملعب زي ما كنا بنقول بتبدأ من الراجل اللي هو الجوب سنتر باك عندهم اللي هو رقم 5 ده كابتن أيمن ده الراجل ده بيعمل دائما البلده الكرة بتطلع من عنده مين بيستلمها أوتشو رقم 8 ده اللي هو الستة بتاعه كان بيلعف مصر المقصب مزبوط الراجل ده تبقى للرقام لتنين أكتر ناس في التمريرات في المشوار عندهم محلي أو أفريقي زوزوزا ده بقى اللي احنا نقف عنه ده ما فتح اللاب هو ويحيى وكي كي ده اللي بنزل كصانع ألعاب هما بيلعبوا زوزوة ده اللي بيلعف منتغل كود بوار مزبوط زوزوة ده بقى كابتن أكتر مساهمات تهديفية حتى الآن في دول المجموعات صحيح جاب ثلاث أهداف وعمل أسست وحيد عزيز كيل اللي هناك ده رقم 10 احنا نتكلم على الشكل التشكيل احنا بطريقة اللي هي بقى عندهم دايما بتوبة 4 3 1 2 أو بتتقلب 4 1 4 1 أنا عارف النهاردة ممكن نعبه 4 4 2 هو على حسب طبعا المباراة وحسب حالة حياسة الكورة وعدم حياسة الكورة هما ده من بشكل وممكن حسب ظروفهم براي غير مزبوط فبالتالي احنا عندنا ثلاث لعيبة هنا لازم ناخد بالنا زوزو يحيا اللي هو راجل اللي برضو 8 بتاعهم وكيدا بينزل وبيلعب برضو صنع ألعاب بيقلب بقى الشكل 4 1 4 1 بالنسبة لهم هما دول أفضل ثلاث لعيبة أكتر لعيبة في البروجريسيف باسس أو رن اللي هم بينقلوا الفريق من الخلف الأمام بساطهم بتكسروا الخطوط بشكل كويس جدا رقميا بتقول هم أفضل لعيبة حتى الآن في دول المجموعات وحتى في الفريق ده لازم ناخد بالنا منهم وصناعة اللعب أو البلد دايما بتبدأ من تحت من عندهم زي ما احنا بنقول يقو ده رقم 21 الرايت باك أكتر لعب طبعا ساهم برضو في التمريرات وفي الكروسات يعني اللعب ده بيزيد بيعمل شكله كويس جدا من هنا لو في صور الحالات عندنا كتلاي من أخيرا عشان يعني نترجم ده على الأرض الملعب عندهم نقطة ضعف ووضحة جدا حتى في ظل الفوز الكبير والنتائج والأهداف اللي هم أحرزوها اللي هو اللعب على الأرض عندهم سوق في التمركز سوق في الركابة بيتضربوا في خط ضهرهم بشكل سهل جدا باللاعبة دايما نحن لو نعرض صورتين في آخر حالتين وجبنا الحالة بتاعت النادي الأهل يعني هنا ده المباراة الأخيرة عندهم في الدوري الكرة بتتلعف ضهر بصة كابتن أيمن ضهرهم صح دايما فيه مساحات سوف التمركز حتى في الاندفاق والعودة من الحالة وما عندهم بطء في الارتداد كمان أي بالضبط مش ما فيش فيها التنظيم بشكل كويس جدا عندهم بطء فبالتالي الفريق الخصم هنا الفريق الأزرع بيلعب الدبل باس ويلعب الكرة اللي هو زي لونج بول المساحة الفاضية خلفهم يعني نكمل على طول بتروح على فكرة تسديدة من خارج التسديدة دي داخلت جول عندهم مشكلة تانية في حرص المرمى أي تسديدة عليه بتشكل خطورة كبيرة جدا نستقبل أهداف كتيرة من تسديدات من خارج المرمى شفناها بالشكل ده هنجيب بس الحالة تحت النادي لأهل المباراة هي نفس الكلام شفتا كابتن نفس الكلام سوف التمركز هم وقفين كويس يبدوا يعني ولكن عندهم اعتماد على بعض بيتضربوا على الأرض في الدبل باسس سواء زي ما قلنا في اللونج بول بتتلعب في دهرهم أو حتى على الأرض الكرة هنا تلعبت من أفشة تكملت طبعا وحصل العرضية وجد جون يعني بسهولة جدا لأنهم في حالة تشتيت الكرة أو بعاد الكرة بدعبوها دايما غلط الكرة التانية دايما ضايع عندهم ما عندهم شي تركيز فيها في تلك نقدر نستغلها النهاردة بشكل كويس ده كده مجمل تحليل الفني أو الرقمي عن الفريق النهاردة طبعا يانج أفريكنز إن شاء الله نفوز نتصدر البطولة آخر ثلاث سنين آخر مباراة في الجوالات اللي هي بتاعت المجموعة الأهلي كان فايس أيها صحيح يعني همتكمل آخر ثلاث مواسم بإذن الله النهاردة ما يكتفيش بالتعادل اللي هو ياهله إنه يتصدر المجموعة ويحافظ على سرات المجموعة إنما النهاردة يعودنا دايما إن كل ماتشاته بيلعب على هدف واحد هدف الفوز زي ما قال مبارح رامي ربيعة في المؤتمر استحر قصرنا سلسلة التعادلات بقى كابنامي وأن مبارتين حتى بلدية المحلة فخلين كم الفوز إن شاء الله استكمال إنصارات وإذن الله شكرا ولينا لقاء بعض المبارات إن شاء الله شكرا